صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هاتفوني فيه يا بورج التور. اه نطفل على طول على القراءة العاطفية بتاعتنا وانشوف الطاقة بتاعتنا ايه. اه اعتقد يا بورج التور انت اه ممكن يكون بدق حاجة جديدة او اه بدق حاجة جديدة ومشروع جديد او بدق علاقة جديدة بمعنى اضاق. وحاسس بفخر قوي. اه يعني بمعنى اضاق كده يعني شايف انها للقها المناسبة واللي انت ممكن تتخلى فيها على السنجلة بتاعتك وتخشها. اه هي اللي هتحقق لك الحاجات او الاستقرار اللي انت عايزه ممكن. وان انت اتخصت قرار بشأنها وان انت بان انت تبدأ فيها او اه تكملها بمعنى اه تانية. فهدخلنا تعالى نشوف كده مشاعر الشريك ايه. اه. دي علاقة جديدة على ما ظنت. او علاقة فصالح ممكن برضو. خلينا نشوف الكروت هتقول لنا ايه. اه. طبعا مشاعر الشريك اه. اه. فخر واعتزاز وتقدير. وحاسس انه الكنج يعني حاسس بانه انتصر. يعني بالمعنى الحرفي بقى هو انتصر. اه. او فاز بحاجة حلوة اوي 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 اوي. ممكن يكون اه دي علاقة جديدة. وانتو متعد ترفو البعض بس فيه تجازف بينكو شديد اوي. اه. ممكن برضو يكون اه. اه مشاعركو اه فيضة. يعني كل واحد دي اه. دي 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 للتاني المشاعر بس الاست في الاول يعني. اه. لان انت كمان مشاعر بالاستقرار. اه. الكنج اوف افانتكينس يعني ملك النقود اصلا. اه. ملك الاستقرار بمعنى ادقة. اه. اه. هو حاسس بانه انتصر وانت كمان منتصر. يعني انتو اللي دي نفس الاساس. دي علاقة جديدة على ما اظن. وانت بادئ فيها وداخل بكل قوته. اه. بعد ما اتكبت يعني ان هي دي العلاقة اللي هتحققلك الاستقرار كله. فمش محتاجة تفسير تاني يعني. طب الشخص اللي داخل معانا العلاقة دي اه شايفنا ازاي. ايه يعني احنا ايه بنسباله. هو شايفك ان انت الكنج اف سورتس. اه. اه. انت ملك السيوف. ملك السيوف ده شخص اه مندفع. اه شوية. اه مع ان برج الطور اه مش مندفع يعني ولا حاجة بس برضو. هو شايفك مندفع او شايفك ان انت برضو ممكن الكارت داي بقى زيك. برضو. اه. ممكن تكون شايفك ان انت بتندفع في التخص كراراتك. ممكن. والله اعلم يعني. سواء انت اللي العرض عليه. مسلا. اوكي. ممكن تكون انت يا برج الطور اللي عرض حبك على حد. او حد هو اللي عرض الحب عليك. بس هو شايفك ان انت شخص اه مندفع. بس شايفك نفس الوقت انت شخص جميل. وآآ آآ شخص بس انت متأكد منه جدا. مش 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 تهور. تمام? آآ وبتخش في الحاجة بقلب جامد مهمكش. من الاخر يقلي ان انت بص انت مستقر جدا. شخص وصف من من قراراته. وفي نفس الوقت برضو. اهو. بص. الكارتين معنا واحد. انت قصد انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه. انت ملك السيوف. انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقة بيبتدي فيها صح. مش 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 اي كلام. مش اللي هو انا هدخل معك في علاقة نلعب. لا 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 داخل قصدي اه قصدي خير او بمعنا عدق انا مشاعري حقيقي. هو شايف ان انت مشاعرك حقيقي. وتصبحك الثقة. هي تقريبا علاقة جديدة. انت با كمان شايفه اه شايفه انت شايفه عرض. انت كل تفكيرك في الواقع. انا فكرة برج الطور برج بيفكر جدا بالمش بالماديات. بالمستوى العلاقة. يعني ده معنى ده العلاقة دي هتوح فين بعد كده. انت كمان شايفه انه هو شخص حقاني جدا. هو شخص صادق. وعرضه صادق. لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق. وشخص جميل جدا وهو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. هو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. طيب. هو ايه الخطوة اللي هيخدها. لو هو شخصا لسا معبرش عن حبه. او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقة دي لمستوى تاني مثلا. ولا لا. فهو عايز يستقر. هو فعلا مكرر انه خلاص هو هو فاس بيك. خلاص هو ده ما شعره. هو حاسس بانه عارف لما لما تكون لقيت حاجة كنت بتدور عليها بقلك فترة قلت خلاص هي دي. مش هدور تاني. هو مش هدور تاني. هو لقاك مش هدور تاني خلاص. ودلوقتي يقدر انه هو يبتخر بانه لقى احد زيك. انت انت ال king of planticles. ولو هو شخص كان بيروح ويجي روح ويجي روح ويجي روح ويجي. فهو هيستقر عليك خلاص. وخاد القرار والحكمة السليمة. اسواري ايه هو الكارت ده ما كانش هنا اصلا. صعب. وهو في حاجة غلط. فهو مكرر يستقر بقى وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة. ومكرر انه هو يبصل قدام بقى ويشوف هيعمل ايه في العلاقة دي. وهياخدها الفين بقى بك كده. لان انت كمان يا برج التور انت كمان مكرر تكمل السعادة دي. وفرحان جدا بالعلاقة دي. ان انت ساعد جدا بالعلاقة دي جدا. ومشاعرك مكتملة. انت حاسس بان انت 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 اتنين حاسين بنفس احساس. احساس كلها متنسقة مع بعض. فهو شايف انه استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاجة على تاني. انا انا كملت اللي انا عايزه وقاعده. بس خلاص. شكرا اقول لك اقفل يا ابن التامين وتعلى الروحة. فانت يا برج التور اه خلاص استقريت ومبسوط مبسوط في العلاقة دي جدا. وشايف ان هي دي العلاقة الكاملة اللي هتحقلك السعادة طوال الحياة يعني. اه هو شايف العلاقة دي ازاي شايفها اه الاعلاقة الابدية. اه انتوا مربوطين مع بعض. شايف ان انتو الاتنين قدر بعض. انتو العلاقة بداية لها بتعمل مع برج الجد او برج هوائي اه او ممكن يكون برج ترابي زيك. وممكن يكون برج مائي. او ممكن يكون برج برضو الجوزاء. اوكي? وبرج هوائي برضو زهر لنا هنا. وترابي تاني. ما زهرت لنا بترابيين كتير قرب. اه فشايفك ان انت ال 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 انت ده مش الشيطان. ولكن اه في رابطة ما بينكم. في رابطة ما بينكم. عشان برضو ايه? انا هاخدوا بس احطهم على دم كده. اخد دقاءة. ونشوف برج الترابي. اعتقد ان هو كانت مش وحش والحاجة. يعني مش اكيد مش قصو شرير. لان ان انت انت شايفو السلمي بتاعك. شايفو ان الحب كله. والعصافير حواليكو والحياة زهزاء خالص يا برج التور. ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب فهو كمان معجب بيك. اه مش بقولك. ايه دي العلاقة المثالية. اه وتعمل مع حد برج مائي برضو. اه ان هو ده شخص اللي انا هقدم له العرض. لو هي اعجاب. اه فشخص ده معجب بيك وهيجيلك. هيلك يقولك بقى ان انت انت اللي انا هرتبط به خلاص. وده مربوط بسلاسة. مش هنسيك بعض ابدا. يا عمري. هنبضل مربوطين في بعض كده. وانا هقدم لك عرضي قرائب لو هو شخص معجب بيك. انت كمان شايفو حكا حلو قبل. انتو الاثنين مش عاركوا واحدة عالفكرة. يعني انت شايفو انه هو الصالمية بتاعك. والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي. واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوافق منك. واعتقد ان هي زي مرتبط به ايه علاقة حب. هتمتقل بعد كده الحاجة تانية ومشاعركوا واحدة اهو. ايه علاقة في الاول خلاص. طب النصيحة ايه? النصيحة يا برج الطور ان انت تساير العلاقة بقى. يعني ايه ساير العلاقة? يعني تمشي بقى مع الطيار. هقولك ازاي دلوقت. هنتفسرها برضو. هعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مثلا. ممكن تكون قلقان شوية منه. او قلقان قوي من مشاعره مثلا. خايف. شوية بتاخد احتي وطوطق. او ممكن يكون في قلم من الماضي. اه. يا برج الطور انت هتتجاوز. اه الكاتب بيقولك امشي بقى بالعلاقة قدام عشان انت في الاخرى يبقى فيه سعادة ما بينكم. ده شخص المقدر لك يا برج الطور. اه ده السلمي بتاعك. انا بقولك كلها. كلها زي بعض اهي. اه يعني النصيحة بتاعتك اه يلا بقى شيل بقى الالام الماضي. لو هي علاقة. وانتوا متخصمين. والجابتوا مع بعض لان بصوا. اهي. فيه تواصل. يا اما فيه تواصل الراجع تاني. لو علاقة دي ما كنتوا متخصمين. والجابتوا تاني دي ما شايفت بتتجدد بقى. اللهم ما. احنا سايدين بعض بقى انه فترة. فلو انت خايف منه. ولسه شايل من من اللي حصل زمان. فالعلاقة في الاول فما تخافش. هو بيحبك اوي. اوي. وشايفك حاجة كبيرة اوي 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 اوي. بس سيبك بس بيقولك شيل بقى الام الماضي دي الكينة على جنب. عشان تدي العلاقة بتاعها بك الحلوة. في حاجات حلوة جاية لك يا بركة التورج. شيل بقى الام الماضي دي. ارميها بقى. ارميها وابدأ من جديد. ولو هي علاقة جديدة. شيل المخاوف. لو انت خايف منه. او خايف من اندفاعه شوية. لو هو مندفع او ما بيجي لك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شوية ما تخافش. هو بيحبك وانيته سليمة يا بركة تورج. كراءة جميلة قوي. اه كراءات الابراك الترابية جميلة. عجبيني ايه انا شخصية. تعيب نشوف بقى اه نكمل عدول على بعد كده. ونشوف اه اه طبعا عندي كراءة لذيذة لكن فيه اكيد الجانب الاخر من برج التور. وهو الجانبش الاسوأ بقى. اللي هما الناس اللي متخصمين مع بعض. انا بحب اعمل الورق كده عشان مجا فرط. انا فقط لقيه. الناس اللي متخصمة. او بقى لهم سنة ما يعرفوش عن بعض حاجة او بعيدنا عن بعض. اغطون المتخصمين. هنا نشوف طب. مشاعره ايه? ونيته اتجاهنا ايه. اه. ده تعبان قوي يعني. يحيطه مخاوف. يعني اه محموس جوة الزكريات واللي حصل بينكو الفراء وطريقة الفراء وطريقة البعد. اه وممكن يكون اه تعبان وعايز يرجع ومش عارف. اه ممكن يكون خايف. يقدم رجل واخر رجل. وعايز ايه? عايز يدي للقادي فرصة فعين. اه عايز يرجع يا برج التور ونفسه انه يقدم عند تاني. وشايف كنت الشخص المناسب او اكتشف بعد الفراء. وبيلوم نفسه على طول بان سابقه. ده شخص بيلوم نفسه على طول يقول. انا السبب. انا العلاقة دي بضيب دي سببي. وآآآآ. وابكلام ده كله. آآ. بس كدة. برا بيوضح بعضوا. آآ آآ. هو في مرحلة اللوم دلوقتي. واللي وهو شخص قاب بيحاسب نفسه ونيته او انا مبكراش عن المستقبل بس يعني بقرأ النية لانه ممكن تكون محقق وممكن يسح الصبح يقول لا مش هرجع بس دي نيته نيته تبقوا عارفين كده نيته سليمة يعني ان شاء الله بس هو عايز ياخد قرار حازم وقرار ميفوهش رجع بانه يبدأ تاني زي ما اقول لكم عايز يدي فرصة جديدة وبيلون نفسه قوي على حصل ونزاسته وضيعته من ايديه وشخص كان كويس وكان توقم ليه فانا هدي فرصة تانية وارجع ان شاء الله يعني انيته انه يارجع برضو الحمد لله الكراءة المهرضي حلوة الابراج النارية مكتش مرفقة او شوية كده عشان النارية بقى كده والهوائية برضو شوية طيب لو عزاب بقى العزاب بقى ممكن يبقوا سيناريو ثالث خالص وممكن يكون تكملة للقراءة الاولانية او القراءة التانية فعلا حسن مين الجاي بطريقكو ايه عزاب يفورج التور او رغبط بكلام خالص عشان او بحضو فورج الوراء كتير كده عشان نبقى ايه نختار برضو من النص اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه ونوين علي ان شاء الله نيخيب بازن الله اللي جاي بطريقك حد سنجل وحد يعني سنجل ممكن يكون كان في علاقه قبل كده لان مشاعره هو قلب مقصور اصلا لان وجايلك هو سنجل يبقى معنى كده هو حد بديد وخرج من علاقة ممكن لان قلبه مقصور وموجوع جدا 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 وعايز يتجاوز بقى ده شخص عايز يستكر وعايز يخرج من الجانتلة دي وعايز يستكر ممكن يكون حد قديم برضو نشوف برج التور ممكن يكون حد قديم وانتو سبتوا بعض وهو منتظر اللحزة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية اه ممكن يكون حد قديم فعلا والعلاقة ما بينكن تايت بطريقة مش لطيفة خلص هو اللي خدعك او انت اللي خدعته حاجة من التانية يعني الاخر كده يعني قطعته ببعض وكان منتظر لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني ولما الامور هديت فعلا وهو قدر يوقف على رجل تاني وايجي لك او ممكن بقى سنة تاني خلص ده شخص تاني انت متعرفوش اصلا انت لو عايزك ويجي لك سينجل هوا وهو خارج من علاقة مش قوي 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 خارج منها مهزوم من العلاقة اللي هو خارج منها دي وانتظر فترة طويلة جدا في العلاقة اللي هو فاتت العلاقة اللي هي سايبها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا وللاسف خسر منها كتير خرج منها مهزوم وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا وما خدش منها غير حاجة واحدة بس فكان سينجل استجمع بقى كل قوته عشان قلبه مكسور جدا شخص اللي جاي لك بالطريقة قلبه مكسور جدا ولكن هو عايز لنفسه فرصة تانية وعايز يبدأ علاقة جديدة وبالفعل اخترك انت بقى برج التور ألف مبروك عشان يبدأ معاك البداية الجديدة الحلوة دي واتجيبه علي صغير بإذن الله قراءة حلوة جدا 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 لمرج التور امحب برج التور وبص احب هذه العرض واستشفاء اعتقد ان هو شخص فعلا انه كان فعبان او حاجة وخف من العلاقة اللي فاتت دي برج التور مرسي جدا وشكرا لمتابعتك ويرب تكون القراءة عجبتك ومتنسونيش والاشتراك والعايز شكرا شكرا